لنبدأ بالمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في البداية دكتور زكريا ما أهمية مثل هذه الدراسات هي محينة بناء على حصائيات 2014 وفيها أرقام قد نقول بين قوسين بالدرجة كاتخلع لأن هناك تباين بالفعل من حصة الفرد في الناتج الإجمالي ما بين الجهات من جهة لأخرى توفوت في الأرقام إضافة إلى أن تلك الحصة أصلا ليست بالشيء الكثير مقارنة مع الدول التي تسير على الأقل في طور النمو صحيح وما أشرت مليه فيما يخص التبين ولكن قبل أن نتطرق إلى الفوارق المجالية ما بين جهات المملكة يجب أن نعلم على أن هذه الورقة والتقرير الذي جاءت به المندوبية السامية للتخطيط هو تقرير محيّل لسنة 2020 لأنها كانت سنة الجائحة وليعرفها الاقتصاد الوطني وحتراجع الذي فاق أكثر من 7% وكان جليا على أنه والذي كان جليا والذي كان مهما في التقرير هو أنه التراجعات أو كذلك هناك بعض الجيهات التي حققت نمو هناك تقرير تحدث عن ثلاثة جيهات التي كانت نسبة نمو فيها إيجابية خاصة الجيهات الجنوبية وسنعود لماذا الجيهات الجنوبية وهناك جيهات التي عرفت نسبة للتراجع ونسبة للرجوع نمو مراكش مثلا نعم اللي كانت جد قاسية بنسبة للجيهات هذه وهناك الجيهات اللي كان عرفها الجيهات الكبرى اللي هي لتقوذ قاطرة النمو اللي كان ندرع لها اللي هي جيهات الدار البيضاء كذلك جيهات الرباط وهناك كذلك جيهات الشمالية اللي هي جيهات الطنجة إذا فضل إطار هذا كنظن بأن نبدو بالحوار دينا على العلم لأننا نتحدث عن السنة الجائحة اللي كان فيها تراجع هذه الاقتصاد الوطني ولكن المهم في الورقة ديال المندوبية السمية التي تختطط هو أنه الفوارق المجالية التي يعيشها المغربية فوارق حقيقية وهذا الفوارق الحقيقية مرتبطة بعدة عهم أولاً مرتبطة بالخصائص ديالكل جيهة نعني مثلاً مني ونشوف الجيهات الجنوبية نسيج الاقتصادي نسيج الاقتصادي أو كذلك تنوع الاقتصاد في الجيهات وهناك القوة بأن معظم الجيهات وهذه الملاحظة المهمة في التقرير يعني معظم الجهات التي تتركز على ما يسمى بالاقتصاد الثالثي يعني ما يسمى بالأقصاد الثالثي المبنى على الخدمات هي الجهات التي كانت أكثر قوة في مواجهة الجائحة وهنا في المنذوبية السامة الخطيس هي الجهات الجنوبية التي عرفت أن نسب نمو كانت إيجابية مقارنة بالجهات الأخرى هناك كذلك لا ننسوش بأن التراجع التي عرفته الجهات الفلاحية التي مرتبطة بالاقتصاد الأولي كانت كذلك أكثر قوة وستحملة الرجاة في 2020 وكانت الجهات التي مرتبطة بالاقتصاد التي نسميها احنا هي الاقتصاد الثانوي أو المرتبطة بالتصنيع أو كذلك مرتبطة بالتجارة هي التي عرفت واحد تراجع جدا مهم وعلى رأسها كانت الجهات يضر البيضاء وهنا أنا كنظن بأن هذا التفاوت فيما يخص نسب النمو وكذلك بنسب الدخل الفردي لأنك ألقوا بأن التفاوت ليس فقط في النسب النمو لكن تفاوت كذلك في الدخل الفردي مع أنه يجب أن نأخذ هذه المعلومات بأولاد الأرقام بواحد نسبية لماذا؟ لأننا كننأخذوا الجهات الجنوبية التي تلقوا فيها واحد نسبة ديال الدخل الفردي جد مهمة لكتفوت المعدل المغرب لأن المعدل تقريبا يتجاوز 35 ألف درهم أو 35 ألف بالنسبة للمعدل المواطن سنويا تلقوا الجهات الجنوبية تلقى أكثر من 70 ألف بالنسبة للسنة ولكن هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط كذلك بعدد السكان ما ننسوش بأن الجهات الجنوبية نسبة وتناسب نسبة وتناسب هناك عدد السكان ليس قليل على المساحة كبرات لتدير الجهات مشي أسلاء رباط وقم إقراء ولا الدرب البيضاء نعم صحيح لأنه كتف السكانية تلعب تدور كذلك وهناك كذلك ما ننسوش على أنه تقسيم التروع في الجهات الجنوبية تكون أكثر نجاعة لأن الجهات هي أكثر شاسعة في المساحة نعم